أجرى الرئيس عبد الفتح السيسي اتصالاً هاتفياً مع سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حيث تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط جدد الرئيس السيسي إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم وأعرب عن التضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف وفي إطار الجهود المستمرة لمتفحة الإرهاب والتطرف ومن جانبه ثمن السلطان هيثم بن طارق مواقف مصر الداعمة للسلطنة مشدداً على قوة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وحرص بلاده على مؤصلة ترسيق التعاون الثنائي المتميز بين البلدين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر